ما فيه شك إن فيه أمور كتيرة أو اتغيرت من حوالينا ويمكن السبب الرئيسي في ده هو وجود أو التطور التكنولوجي اللي بيحصل في كل لحظة لكن بتظل العيلة هي البداية وهي النهاية دائماً لأي شخص عائلتي وطن وأنا من دونهم غربة علشان كده أعتقد كلنا عندنا يعني يوم بنتجمع فيه ومازال بنتجمع فيه يمكن في بعض الأسر الأوليلة اللي لسه محافظة على اليوم ده لكن في الأول وفي الآخر بيظل إن فيه يوم بنتجمع فيه سؤالنا النهاردة لحضراتكم اللي بنبدأ بيه حلقتنا فيه صباح الخير يا مصر يعني كلنا بنتجمع فيه بيت العيلة يوم الجمعة تحديداً فاكر إيه عن لمة يوم الجمعة زمان جمانة خلينا أسألك السؤال ده لأن أعتقد يوم الجمعة بيبقى يوم من الأيام المقدسة يعني عند الغالبية العظمى من المصريين دي حقيقة يعني الفاكرة بقى لو هارجع بالذكرة كده زمان وهفتح حقيبة الزكريات لا يوم الجمعة كان بص يعني كان مقسوم بين حاكتين الحقيقة كنا فيه مثلاً كنا بنا ملع يوم ويوم يعني ممكن يوم عند جدتي مامة ماما وهي ساكنة في بيت من البيوت القديمة فكان فيها عندها كده جنينا مش جنينا بلكونة بلكونة كبيرة والبالكونة دي كنا بنطلع بقى العجل فيها نهض دلعب فيها بقى أنا وفي البالكونة بلأ بلكونات زمان بقى يعني لأ مش هرّب بالكونة بلكونة عاside خال فكانت بلكونة كبيرة فكوننا بنطلع العجل بقى أنا و crit Family وكان فيه كمان عند البالكونة دي كان فيه شجرة مانجا فكان بقى أخويا ده كانت عزبة مش بلكونة لا كان فيه شجرة يعني من الدور اللي تحت شارعة طلعا لا من الدور اللي تحت كانوا زرعينها الناس جيرانهم من اللي تحت فكانوا زرعينها فكانت يعني كبيرة كان عمرها يعني شجرة قديمة عطيقة يعني فكان وصلة الغاية عند جدتي فوق فكان أخويا بقى هو ابن خلتي فيها تجيبوا المنجة منها على الشجرة دي كانت مثلا جزء جزء تاني بقى كنا بنروح لعائلة بابا فبرضو كانت بتبقى يعني بقى كلهم كنا بنبقى متجمعين بس كانوا يعني لغاية وقت خلي أقول بصراحة مش قريب قوي كنا بنبقى حرسين نحن نتجمع بس طبعا بقى مع المشغوليات وظروف كتير اتغيرت فما بقلاش نعرف نتجمع قوي زي زمان يعني انت ايه بقى كنت تعمل ايه بجمع قصة أنا عندي يوم الجمعة ما كانش جمعة بس ده كان خميس وجمعة كان لازم كل اسبوع خميس وجمعة أروح بيت جدي أبو أبويا ولازم نتجمع هناك وتحس ان كان فيه دفع أسري غريب يعني دفع أسري بجد والله يا جمعة أنا ما شفتوش في حياتي يعني في الفترة الحالية دي زي ما كنت بشوفه زمان كان لازم كلنا نروح نتجمع عند جدي أبويا أعمامي عماتي ولازم كلنا نتجمع تحديدا على الفطار يعني لو ما روحناش الخميس لازم نلحق الجمعة الصبح عشان نروح نفطر كلنا مع جدي الله يرحمه ونفس القصة بيبقى الغدى مع جدتي أم ممتي يعني هما اللي اتنين أنا يعني كنت محظوظ اللي هما من شوبرا شوبرا مصر فده أنت عارفة شوبرا مصر بيعتبر حي من الأحياء الشعبية الجميلة اللي فيها عادات وتقاليد ولسه محفظين عليها يمكن لحد دلوقتي وفي رمضان تلابع الزينة وخطوط الزينة بتاعت رمضان اللي بيلموا من بعض مش هلت جيني ولا اتنين جيني عشان لازم نعمل عادات وتقوص رمضان وطبق الكنافة اللي بيلفت الحاجات دي لسه موجودة لحد دلوقتي فأنا شايف اللي أنا محظوظ اللي أنا يعني يعني عصرت الجيل الزهبي ده اوه كثيري يمحلوا بسرحة يعني بحسن الجيل الجديد بتاع حظه برضو يعني برغم من التكنولوجي الموجودة ويمكن سهلت لهم حاجات كتير قوي لكن برضو في حاجات كتير هما فاتوها حتى إحنا للأسف دلوقتي ما بينش عارفين نعملها قوي احنا جربناها بس لو عوزنا نطبقها دلوقتي هيا بصعب يعني ممكن بس مش هتبقى بنفس الطعام هليني أقولك صعب لسبب للأسف كورونا فرقت أكتر ما جمعت يعني كلنا كنا بنبقى حتى اللي عندنا شوية حرص اللي احنا نروح لأهلنا زمان بعد الكورونا خلاص عتدنا اللي احنا سنتين من عمرنا اللي احنا ما بنروحش لأهلنا حرصا منا يعني هو لسبب نبيل والسبب يعني فيه نوع من أنواع السمول اللي احنا خايفين على أهلنا من العدوى لكن خلاص مرة في الثانية في الثالثة في شهر في الثاني في الثالث في سنة في اثنين خلاص أصبح الوقت خلاص بقى مهمن شوية وعتقدنا بعد الفيديو كولز وان احنا نشوف بعض مع تريدتي فونيت آف أسوأ حاجة ملهاش طعام والله مش فكرة ملهاش طعام انا فاكر زمان لما كان بابا مسافر كنا بننتظر فكرة الجواب كنا بننتظر مكلمة كل اسبوع اللي هي كل خميس تحديدا لو ديئتين كنا بننتظر ده النهاردة التواصل الاجتماعي تحديدا خلى فيه تباعد اجتماعي مش تواصل اجتماعي يعني أنا أخويا مسافر في الغربة أخويا دلوقتي لما بروح المطار وسلم عليها بسلم علي بالإيد خلاص ما فيش جو الحميمية بتاع زمان لأن أنا زمان ما كنتش بشوق أنا دلوقتي 24 ساعة معايا فيديو كول صحيح صحيح هي دي اللي احنا بنفتقدها بصراح دي حقيقة يمكن يعني زي ما بنقول كده كل حاجة ليها دايما نعيوبها وليها كمان ما زياها يمكن سوشال ميديا أو التكنولوجي بشكل عام صحيح ممكن تكون الرابط المسافات بشكل أو بآخر إن إحنا بقينا نقدر نشوف بعض في أي وقت في أي مكان بقينا نقدر نتطمن على بعض بشكل أسهل وأسرع وعلى طول نكون مع بعض لكن في نفس الوقت بقينا فكرة إن إحنا نكون قريبين من بعض بجد وإن إحنا يكون عندنا دايما شغف أو إن إحنا عايزين نشوف بعض ببقى مش زي زمان بردو بس على أي حال يعني هنبسط إن إحنا كنا من الجيل المحزوز اللي عنده ذكريات لطيفة مع لمة العيلة عبدالسفاد ودي حاجات ممكن نحكيها بقى كمان للأجيال اللي جاية يمكن يبقوا عايزين يجربوها خلينا نقول برضو يعني حاجة مهمة جدا للسادة المشاهدين يعني ما تحرموش ولادكم من دفع العيلة استقوا ببعض قوتكم الحقيقية بفكرة إن إنتوا تتجمعوا لإن في التجمع ده بتعرفوا يعني قوة كل واحد ونقضع في كل واحد ونقدر إحنا نستثمر فيها نقدر إحنا ما نخليش عندنا أشخاص تكاليين إلا إن إحنا عارف إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع فأنا عارف لما أنا كفرد أعاوز منجو مانع حاجة هطلب منك لأن أنا عارف إمكانياتك إيه من خلاص بقى من كتر ما إحنا أريبين من بعض فهي دي الفكرة نصيحة حاولوا تحافظوا على ده حاولوا تتخلوا عن موبايلاتكم وترجعوا مرة تانية للمة العيلة يعني إذا كنتم بعدتم عنها صحيح على أي حال مرة تانية هعيد على حضراتكم سؤال حلقتنا النهاردة السؤال هو بإحنا طبعا كنا نملك جمع زمان في بيت العيلة دايما كل جمعة فاكرين إيه عن لمة يوم الجمعة زمان سؤالنا موجود على صفحتنا على فيسبوك مستنين إجابات حضراتكم اللي أنا استردتها مع بعض في حلقة النهاردة جمعة مباركة على حضراتكم جميعا وصباح الخير عليكم صباح الخير يمفر